يمساء الورد والجمال والحلاوة على أحلى وأغلى أخوات في الدنيا إزايكو يا حبايب قلبي عاملين إيه؟ يا رب كلكو تكونوا في أحسن حال قبل من نبتدي الفيديو عايزة أشكركم من كل قلبي الأيام اللي فاتت على دعواتكو الحلوة ليا كتير منكو دعولي لما نزلت بسط على المنتدى وقلت لكم أنا كتير تعبانة وكتير حزينة كتير منكو دعولي ربنا يصلح حالكو يا رب ولاكي بالمثل يا غالية فعلا كنت محتاجة لدعاء بتاعكو ده لإني فعلا بالفعل كنت تعبانة كمان الفيديوهات اللي عدت الأيام اللي فاتت كانت فيديوهات مسجلة عندي ما كانش فيديو جديد زي بتاعي النهاردة فيديو النهاردة هيكون فيديو لسيدة عندها أفكار بجد حلوة جدا هتشوفوا بيتها بيتها ما شاء الله حلو المطبخ بتاعها عبارة كده عن حاجة تحفى تحفى بجد هتشوفوها وقولولي رأيكو في الكومنتات وتجديداتها وتغيراتها في بيتها تكون عاملة ازاي كمان فيديو النهاردة لسيدة اللي معانا بتحب اللون البينك أو بتميل للون البينك هنا ده كده استريد بتاع غرفة النوم وطبعا عاملها ميكاريزم فأنتوا شوفتوا بقى المكن بتاع الميكاريزم ده حلو جدا جدا عايزة أقولوكم انه عملي اللي ما عندوش المكن ده أو لسه فيه بتاع الملل بجد حاول انك انت تغيريه لان بجد بجد حلو جدا وبتقدر يتخزيني فيه حاجاتك وبتقدر يترفع المرتبة براحتك من غير ما تتعابي خصوصا لو انت ضهرك بيوجعك وكده حابة قبل ما نبتدي الفيديو عايزةك تحطوا لايكات كتير للفيديو وطبعا كومنتاتك اللي بتفرحني لزيكو والاشتراك لو انت او مرة بتشوف القناة عندي يساعدني وجودك معايا هنا كده زي ما انتوا شفتوا دي كانت غرفة النوم بتاعتها وده قوضة كده زي دريسنج عاملة فيها دولاب وكمان القوضة دي دخلها قوضة تانية فيها كمان غرفة الملابس او الغرفة بتاعت الملابس فيها غسالة او غسالتين اللي هي المنشفة والغسالة الاوتوماتيك العادية وكمان الملابس بتاعت قوضة النوم كمان بتجمع في القوضة دي باللون البينك والابيض عشان زي ما قلت لكم ان هي بتحب اللون البينك خدت بالكم من الرف اللي هي حطها حطها عليه المنظفات بتاعتها وكمان كل حاجة تخص الغسيل طبعا ده شكل الدولاب وهي كانت بتقول ان هي عاملها بسيط جدا زي ما انتوا شفتوا كده بعد كده هنا كانت بتنظم تنظم تنظيمات بسيطة في ريسبشن عندها وريسبشن عندها عاملها باللون الجري وكمان عاملها الكوشنز حابة كده ان هي تدخل فيه اللون الموف واللون البينك الفاتح وكمان اللون الجري في الوف ويت ده طبعا في الكوشنز يعني الترابيزة بقى حابة ان هي برضو تضيف عليها لمسات جمالية كده كلنا بنحب اللمسات الجمالية دي بنحس بروحها نفسية كشكل في النهاية يعني هنا بقى ده الحمام او الطويلت بتاع الاوضة بتاع غرفة النوم ده كده زي ما انتوا شايفين كانت بتغير فيه حاجات طبعا زي ما قلتلكو هي بتحب اللون البينك فا يعني ضفت لمسات جمالية منها شالت الحاجات اللي كانت فيه وحطتها باللون البينك فيه الابيض وكمان ضفت كمان المقابض اللي هي بتاعة التقفيل كانت باللون السيلفر عملتها باللون الذهبي وده شكلها وده شكل السجاد بتاعها شكل الطويلت بقى حلو جدا هنا بقى بعد كده ده المطبخ بتاعها ودي طريقة تنظمها في المطبخ ده دولاب تقفيل خزين يعني او خزانة بتخزن فيه الحاجة بتاعة البيت بتاعتها وزي ما انتو شايفين عجبني جدا الخزانة دي في حتة التوابل والبقليات بتكون يعني كتير ان هي يعني بتوفر معاها مكان من نسبة للمساحة يعني لو ما فيش عندك مساحة طبعا ما تفتح الضرفة عملها كمان خزانة زي ما انتو شايفين تقدر ان هي تخزن فيها اي حاجة فدي حلوة جدا هنا كمان ده كان الكوفي يعني خلصت هنا المطبخ ولكن اسا فيه حاجات تانية هتعملها معاكم جابت طبعا المنظمات اللي هي الاكليريك وبعد كده زي ما انتو شايفين نظمت فيها التنظمات بتاعت العصائر وكمان اللبن والزبادي والحاجات اللي هي بتحطها في قلب التلاجة عايز اقولكم ان التلاجة بتاعتها بسيطة جدا زي اي تلاجة اي ست او اي سيدة في بيتها زي ما انتو شايفين عادية جدا وبسيطة جدا اه حلوة قوي عجبتني فكرة المنظمات دي في الفواكه عجبتني جدا جدا بتتحط في الدرج كده بجد التلاجة بتاعتها بسيطة وكمان مطبخة بسيط جدا وبحبه جدا لاني حاسة ان كل حاجة فيه سمبل هي هنا كانت بتوريكوا التقفيل بتاعها من فوق وبتوريكوا اللمسات الجميلة اللي هي تدفطها في المطبخ باللون الدهبي لاني زي ما قد لكم ان هي بتحب اللون الدهبي وكانت جايبة كمان طاقم دهبي وهتورهه لكو دلوقتي طبعا ده الطاقم اللي هو بتاع العشا طبعا هي الاول كانت عاملا باللون او حطا باللون البنك ولكن هتغير دلوقتي منه هتشوفوه بس هي كانت بتوريكوا جولة سريعة الاول كده في المطبخ في الحاجات اللي هي عاملاها شفتوا كمان التأفيل من تحت لما بيتفتح بيخرج كمان البسكت منه ازاي فده حاجة حلوة برضو علشان خاطر لو البسكت بتاك بتخرجيه بره او كده لا ده حلو جدا كمان هي هنا ضافت عارفين انتو المنظم ده متعدد الاغراض تقدر تحط فيه شربات او اي حاجات صغيرة تتخزن في الادراق كمان للاطفال او في النوم هي حطته هنا في التوابل او قصدي سوري الفانيليا والبيكينج بودر هنا كمان ضافت لمسات بسيطة للمطبخ بتاعها زي ما انتو شفتوا كان المقابط بتاعت المطبخ باللون السلفر ضافت لها اللون الدهبي كده شلتها وحطت اللون الدهبي فهي بتقول ان هي بتبقى مبسوطة باللون الدهبي لما عملته في الاول في الطويلت فحست ان هو شكله حل وقامت مغيرة كل المقابط بتاعت المطبخ خليتها باللون الدهبي بدل ما تكون باللون الاسود وطبعا بقى ضافت لمسات جمالية او حاجات بسيطة من اللون الدهبي في المطبخ على الرخامة دكورات زي ما انتو شايفين كاتل صانية كده يعني تقدري انت كمان تعملي كده في بيتك ولون بحاجات بسيطة او بقى قلل تكلفة علشان خاطر على قدم يعني كل واحد على قدم مقدوريته يا جماعة بيجيب اللي هو نفسه فيه او بيعمل اللي هو نفسه فيه ولكن على قدم مقدوريتك هي هنا كانت بتوريكوا النوع بتاع غسالة اللطباق اللي بتخصل بيه في غسالة اللطباق بتوريكوا ان هو قد ايه بينظف الحاجة وزي ما انتو شايفين لما حطت المأكلات وحطت الحاجة الحاجة بينة خالص يعني الكسات والاستكانة مبينة الشاي كده زي ما انتو شايفين ففعلا منظف حلو لغسالة اللطباق هنا بقى ده اللي انا كنت بقولوك عليه الطقم اللي هي كانت جايباة طقم عشا معاية كبيات ومعاية طبعا زي ما قلتلكوا اللطباق ويعني موجود فيها اللون الدهبي علشان زي ما قلتلكوا هي غيرت من اللون الاسود او الفضي لللون الدهبي هي بتوريكوا هنا بقى دلوقتي لما رصت الحاجة كانت رصاها ازاي فيها ده شكلها اها هي جايبها لكوا واحدة واحدة ولكن توريكوا بعد الرص او بعد التغيرات اللي هي غيرتها شكل التقفيل من جوا بقى عامل ازاي فيه ناس كتير ما بتحبش اللون الدهبي او ما بتفضلش اللونه الدهبي بس والله يا جماعة اللون الدهبي حلو جدا بس طبعا لما بتكوني حطاه مع حاجات فتحة انما لو انت حطاه مثلا مع حاجات غمقة هو معروف ان الدهبي يعني لونه بيكون غامق شوية فغامق مع غامق مش هيبقى حال وفي نفس الوقت مش هيعجبك وهتحس كده ان الدنيا كقابة عليكي ناس كتير قالولي كده برضو ان هما مش بيحبوا الدهبي خالص لاني بيحسوا ان هما بيعملون حالة من الاكتئاب طبعا هنا ده الانتاري بتاعها او الركنة بتاعتها وبتوريكوا برضو طريقة تنظفها وتنظفها لغرفة الانتاري بتاعها او الريسبشن بتاعها عاملية باللون الجري هنا كمان فوزة بتاعتها باللون الجري ضفت فيها اضافات بسيطة كده وعجبتني الاضافات اللي هي عاملها فيها والاضافات اللي هي عاملها كل اللي هي عملت وجابت كده الفويل ولزقيته عليها وجابت مادة لاصقة وعملت على الفويل باقي جابت الورق اللي هو لدهب دوت ولزقيته عليه وحطتها كده وجابت ريش وعملتها كده زي نظام فوزة بجد حلوة جدا نقدر ان احنا نصنعها برضو عندنا في قلب البيت بافكار حلوة جدا هنا غرفة الاطفال بتاعتها او بتاعت بنتتها غيرتها وغيرت فيها دهانات بسيطة كده زي ما انتم شايفين وبعد كده بقى بدل اللون الدهبي اللي كانت حطاه شالته وحطت قلوب كده باللون الاسود علشان الدكرات اللي هي تحطها بعد كده في الارضة وعلى السرير تكون لايق على الحيطة او على الجدران زي ما انتم شايفين بالشكل ده لو انتم وصلت لحد هنا من الفيديو بتنسيش بقى تدعميني باللايك علشان استمر في الفيديوهات اللي انتم بتحبوه هنا بقى فكرة حلوة جدا من طبق او مثلا من اي حاجة اخذ شكل دوران عندك تقدر تجيبي علبة ثمنة فاضية وترشيها اسبري كده وتلزقهم في بعض بقى طبق تقديم حلو جدا تقدر تحط فيه الكنديجور او برطمون حلو برضو وترشيه كده وتحط فيه المغبوسات بتاعتك او تحط فيه البسكوت للولاد هيكون حلو جدا وفي نفس الوقت ضفتي لمسة جمالية حلوة جدا هنا كده زي ما انتم شايفين ده طبعا يعني هي بتوريكو المكان اللي هي بتعود فيه بقى او البلكونة بتاعتها بعد ما بتخلص خالص ده بيكون شكلها يعني بقى بتقول ان انا بقعد اقرأ بقى شوية لان هي بتحب تقرأ كتير ويكون المكان حلو عليها وطبعا بعد ما خلصت برضو اللون البينك عندها هي ده عشقها يعني ده شكله بس كده حباب قلبي ده كان الفيديو بتاعي رب يكون الفيديو عجبكو ومع السلامة اشتركوا في القناة